نهاردة حلقتنا حيكون فيها تفاصيل مهمة جداً لكل أشياء نادي الأهلي بالمناسبة وللمرة التانية ولليوم التانية على التوالي أنا مش هتكلم عن بقية البرامج اللي موجودة في قناة الأهلي ولكن أنا هتكلم عن نفسي وعن برنامجي أو هذا البرنامج اللي أنا بقى أمثله أمام حضراتكم أنا عايز أقول لحضراتكم أن أنا أعرف كل تفصيلة تخص تفاوض النادي الأهلي مع المدير الفني الجديد أنا عن نفسي أعرف كل تفصيلة أعرف تفاوضه مع مين وعملوا إيه ووصلنا لإيه وإيه اللي حصل وده كان عايز إيه وده كل تفصيلة أنا عارفها كويس جداً 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 وعندي بعض التفاصيل الموثقة بالمناسبة من مصادر خارج النادي الأهلي ما لهاش علاقة بالنادي الأهلي أنا هتكلم عن نفسي بس مش هتكلم عن بقية الزملاء اللي موجودين لأن أنا الحقيقة بشوف أن هناك البعض بيحاول أن يخلي جمهور النادي الأهلي يبعد عن قناته أقول لك إصد القناة مغايب لا يا فندم إحنا مش مغايبين إحنا عارفين كل حاجة يا فندم كل حاجة بتحصل في موضوع المدير الفني للنادي الأهلي إحنا عارفينها ولكن هو موضوع غير مسموح الكلام فيه غير مسموح حد يعني ما بيسمح لناش لا يا فندم لكن هي عبارة عن إيه يا فندم عبارة عن إن أنا بشوف مش إن أنا إن الموضوع كله أن مصلحة النادي الأهلي في عدم الإعلان إلا بعد الإعلان الرسمي هو ده اللي أنا أقدر أقوله لحضراتكم لكن إحنا عارفين كل حاجة مش أنا الواحد بالمناسبة أنا يمكن أقل حد عارف حاجة عن المدير الفني في القناة من أول الزملاء نهواند وكريم لغاية آخر حد بيطلع مع حضراتكم بالليل كل الموزيعين وكل اللي موجودين عارفين كويس جداً إيه اللي بيحصل ونقول إيه ونقدر نطلع نقول إيه ولكن في النهاية أنا مرتبط بحاجة واحدة فقط مهما كانت الظروف ومهما كانت الأمور أنا ما عنديش مشكلة ما بتضيقش يعني لكن أنا حابب أن أنا أشرح لحضراتكم إيه اللي إحنا بنعمله أشرح بأشرح لحضراتكم إيه اللي بيحصل داخل قناة النادي الأهلي مصلحة النادي الأهلي هي الغالبة على كل شيء وهل حضرتك مثلاً مثلاً يعني تتصور بلاش أنا طلعني أنا بره للحزبة هل تتصور مثلاً أن قيمة المهندس عادل القيع والأسوة إبراهيم منيسي ما يعرفوش مثلاً اللي بيحصل عارفي ولكن بيغلبوا مصلحة النادي الأهلي على أي شيء آخر من تاني كابتن هيسم السعيد ما يعرفش إيه اللي بيحصل لا يعرف المعدين بتوعه يعرفه لكن بيغلب مصلحة النادي الأهلي كابتن أسامة حسني أكيد يعرف عنده مصادره ولكن بيغلب مصلحة النادي الأهلي كابتن هاني رامزي أكيد يعرف عنده مصادره ولكن بيغلب مصلحة النادي الأهلي كل المجموعة اللي موجودة يا فاندم بتغلب مصلحة النادي الأهلي فقط لغير لكن احنا عارفين كويس جداً التفاصيل عندنا تواصل دائم دائم مع النادي الأهلي ومع كل حاجة بتحصل ونسبة ما بتحكيلنا لو حد حكيلنا من داخل النادي الأهلي يعني بيحكيلنا لأنه ما عارف كويس جداً احنا مش هنقول كلمة إلا بعدما يتم الإعلان رسمياً من خلال قناة الأهلي وبقية المنصات الرسمية للنادي الأهلي أنا بس حبيت أن أقول هذا الكلام لأنه أنا بشوف أن هناك هجوم غير مبرر من وجهة نظري أنا آسف أن أنا بقول هذا الكلام لكن هو من وجهة نظري هو هجوم غير مبرر على الكثير من مذيع قناة النادي الأهلي أو على القناة بالكامل يقولها خاصة القناة مغيبة وما بتتكلمش عن الموديل الفني أيوة يا فندم احنا ما بتتكلمش عن الموديل الفني ده شيء صحيح مليون في المية مليون في المية لإني بغلب مصلحة النادي الأهلي ويوم لما الموديل الفني يتم التعاقد معاه وده في خلال فترة وجيزة جداً إن شاء الله يعني هتعرفوا حضراتكم أو هتعرفوا مين الرجل ده من خلال قناة الأهلي إن شاء الله يعني فاللي عايزة أقوله لحضراتكم ننتقد طبعاً أنفسنا وبنشوف إيه الغلط وبنحاول نصححه عشان خطر جمهور النادي الأهلي ولكن في النهاية لا يا فندم احنا عارفين كل حاجة ولكن هو مصلحة النادي الأهلي فوق الجميع ترجمة نانسي قنقر